طالبت مصر وإسرائيل بالوقف الفوري للعنف والتصعيد الأمني ضد الفلسطينيين في القدس ومحيط المسجد الأقصى معربة عن قلقها البالغ من تداعيات هذا التصعيد واستيائها الشديد لوقوع ضحايا ومصابين من المدنيين الفلسطينيين الأبرياء جراء الاستخدام المفرط للقوة وشددت مصر في بان صادر عن وزارة الخارجية مساء أمس على ضرورة احترام إسرائيل لقدسية الأماكن الدينية وحق الفلسطينيين في ممارسة الشعائر الدينية في حرية وأمان دون إجراءات تعصفية أو قيود مجحفة تؤجج مشاعر الاحتقان لدى أبناء الشعب الفلسطيني والأمة الإسلامية بأكملها